بإيمانك في شخص المسيح تختبر بركات القيامة تتحرر من عبودية الخوف تتحرر من فشل الحياة الرازحة تحت أثقال الخطيئة نعم جاء المسيح لكي يقيمنا ولكي يعطي الحياة لربما تسأل لماذا؟ حتى في أصفار العهد القديم لم تكن هذه العقيدة واضحة جدا توجد بعض الكتابات تتحدث عن الهاوية أي مكان الانتظار فكان عندهم فكر مرتعب عن الموت مع أن الكتاب وعد بالحياة الأبدية لكن هنا يأتي المسيح بنور جديد وبإعلان جديد لكي يقدم الحياة ولكي يقول أنا هو القيامة وكما ذكرت لا يذكر المسيح أي شيء إلا وقد يفعله هو الذي قال أنا القيامة بالفعل أقام العازر وهو بنفسه قام من بين الأموات فالقيامة هي تاج معجزات المسيح نعم أحبائي فهنا نرى الإعلان إعلان مجيد جدا من شخص المسيح أنا هو أنا هو القيامة فالقيامة هي ثمرة الحياة وهي النصرة النهائية للحياة وهي نصرة على الموت عندما قال أنا هو يعني يقصد أنا هو الحياة أنا هو مصدر الحياة أنا هو ينبوع الحياة أنا تضفق هذا الحياة بل بالواقع المسيح هو حياة الحياة وهذا الإعلان المجيد أراد أن يقدمه لمرثة لكي يعزز ويقوي إيمانها ويشددها من إيمانها بالحاضر أو بالمستقبل مستقبل عقائدي مستقبل أصولي إلى الإيمان الحقيقي بشخص في شخص المسيح ثم هذا الشيء التاني وعدها وعد جليل من آمن بي من آمن بي ولو مات فسيحيا لماذا؟ فالمسيح هو ابن الله هو ابن الله القادر على كل شيء هو أتى لكي يخلص ويفدي لكنه سيأتي يوم من الأيام عند القيامة ليحكم ويدين فهنا نكتشف أحبائي من هذا الوعد الجليل تصريح المسيح عالج ضعف إيمان مرثة كان إيمان مرثة في شخص المسيح أنه يستطيع أن يشفي لكنه لا يستطيع أن يقيم من الأموات ترجمة نانسي قنقر